موسيقى شكرا لزميل سلطان الشامسي على هذه الجولة المميزة من قسم الخضروات والفواكه في سوق الجميل مشاهدين الخراريف هي كلمة محلية تطلق على حكاية شعبية من نسيج الخيال حيث كانت الجدات يروينها في الماضي للأطفال و لم يقتصر أو تقتصر دور الخراريف قديما على تسلية الأطفال أو حثهم على النوم المبكر فقط ولكنها كذلك كانت وسيلة للتعليم والتثقيف و كسب المعرفة فضلا عن كونها جزءا مهم من التراث المعنوي والثقافة الشعبية مشاهدين أكثر على هذا الموضوع من خلال ضيفتنا الوالدة موزة العبدولي باحثنا في التراث صباح الخير أمي وحياة الله معانا في صباح الشارقة الله يسلامك حبي الله طيك العافية و نورتينه الله يخليك النور نور الله يطول الله يحفظ شكرا أمي الخروفة هي قصة خيالية من الخيال نعم كيف بدت؟ بدت عند اليدات والأمهات الأول يعني قاموا الأمهات المغرب يصلوا المغرب و يحطون عشاهم و يتعشون الجيران و من عقبيون يتولفون ببيت يعني مو لازم بيتنا بس بس يعني العيالي لا نروح نترمس ببيت الجيران نعم و نلس على سمونا السيم و تي الأم اللي هي العودة اللي هي تعرف يعني تخرف و تي حينا تي ستخبر البنات يسون يرقدون يتمددون يستردحون على السيم تأتي نعم و الأم اللي يدتها تتكلمهم يعني اليوم يقولون عن بيح بيحو بيح بيحو هي نوع من السمج ترى بيح بيحو يعني اللي هي البيح البيح نسمونها عاضحناك يعني في التخرفة بيح بيحو فهي أقب سووها بالتلفزيون يعني سووها طوروها سووها حكايات بالتلفزيون سووها اللي هي شو سمنا سيت أنا نحن والله ما تصدر عادي عادي هي هذه بنت يعني 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 مرت الأبو و عندها ابناوتها نحن نقول يعني اللي هي بنت ريلها نعم و عندها بنت فهاي مرت الأبو مصلت على بنت ريلها نعم تخليها تغسل التياب فوق البحر تغسل الوعيان تروح تيب الحطب تخم البيت تنظف تسوي وأبوها صياد سمج نعم فيوم من الأيام ياب أبوها بياحة كبيرة و ياب سمج صغار بعد و صارت عادي عادي يغسلون أول فوق البحر كل شيء فوق البحر أول صحيح فهاي البياحة تلبط يعني نحن نقول تلبط حي بعدها هي تلبط يعني فالبنية تقطع السمج فوق البحر يطرشتنها مرت الأبو أساسا أنها بتبدأ البيت تسوي الغداء فالبياحة تلبط على البحر فتقول لها هديني و بغنيت البياحة تقول للبنت هديني و بغنيت قالت لها لا كيف أهدت أبوي و يتضربني يعني مرت أبوي وأبوي و أخو أختي و شيء قالت لها هديني و بغنيت البنية ما طاعت وهي تقطع السمج الثاني والبياحة تلبط على السيف نعم هديني و بغنيت كالحين تقول هالكلام يعني البنية استخلفت بالله و هدت في البحر و صغرت البياحة روحت تمت البنية يميود السمج الصغار و ودت البيت يوم دخلت لمرت الأبوي يتمرت الأبوي شافت السمج قالت لها وين البياحة قالت لها انتسلت من إيدي يعني ما قالت لها شيء قالت لها انتسلت من إيدي و ضربتها ضربتها وحلي إليها صارت تطبخ البنية طبخت الغداء و هذا و خلصت صلى والظهر و يوم حطوا الغداء قالت لها ما تتغدي مرت الأبوي ما تتغدي تغدتي و ريّلها و أبنتها و إياها قبشوا الوعيان أعطوها لمنولة البنية نعم قالوا لها سري غسل الوعيان فق البحر صارت وحليها البنية فق البحر تغسل الوعيان تبتي ما تغدث تمت تبتي تبتي و تصيح لها تقول بياح بياحو لا غدوني ولا عشوني بياح بياحو لا غدوني ولا عشوني بنت فق البحر يتلب بياحة من يايب إليها من خير أطلع يلسلت فوق السيفة و كلات و شبعت مرة و مزرة بطنها غسلت الوعيان صارت بيت أبوها شبعانة يومين ثلاثة أسبوع قالوا نسوي الأمير مالهم هذا الشيخ مالهم الكبير يعني كلهم لبسوا عيالهم نعم و صاروا عادل الحفلة تمت وحليلة هاي راحت وين البحر صيح صيح للي بياحة يبياح بياحو صاروا الحفلة مودوني بياح بياحو تصيح يتلب بياحة يايب إليها الأربانة و يايب التياب و يايب الجوتي و يايب كل شيء و لبستت و أدلتها و روحت بالأربانة لين بيت الأمير قالت لها يوم بيطلع ليش الأمير طالعي و شردي لا تخليني يزخش و لا حد يعني نعم يتعشون و تدري موسيقى و ما ديش وعد أول يسوون يعني أغاني هازيف يعني نعم فأول ما طلع الأمير أساسا أنه يبغي يشوف يعني العرب اللي داخل الحفلة بتهجوا من هاي البنت ما عرفوها حتى مرتبوها ما عرفت بتهجت منها بتهجوا كلهم كلهم بتهجوا يعني من جمالها يعني واللبس اللي لابست لنا غير اللبسها دينا أول ما طلع الأمير يبغي يختار البنت أقت جوتيها و ركبت عادي دور هالأمير ركضوا وراها وراها وما حصلها طرش المطرزية كلهم يسمون المطرزية أولا صحيح يدورون لها البنية ما حصلوها ردوا للحفلة قال يسوي هذا الجوتي لكل البنات ما يازلها ردوا قالهم بعد ما يأس بعد صيروا دوروا لبيوت الحواير كلها بيت بيت مرت الأبو قدلت لبنية وتذكرهم تعالوا تعالوا بنتي في البيت تعالوا شوفوها حطت مرت بنت ريلها حطت تاوين بت النور وديت واقف فوق اليدار وديت ودخلونا الجوتي في الريول البنية دخلونا جوتي ما يوز ضيق لا لا يوز 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 من الأم تقول قالت ديش كوكوكو الحل عمتي زينب التنور والشلقة والبلقة فوق الصرير قالت لي كيش اليد هاي الأم أمها يعني نعم رد مرة تانية كوكوكو الشلقة والبلقة فوق الصرير وأمتي زينب التنور المطير لا استغرب من هذا الديت يعني شو سالفة التنور دز لقطة المطير شاف لم يوز وحليلها داخل التنور مسودة من الرماد والصخاب طلقت وحليلها لبسوا الجوتي صار الجوتي لها قالت مرتب لا لا يوز لها يوز البنتي هذا يوز لها تشد داب هاي ما أدري شو قال الجوتي ياش خلاص شلوها ودوها للأمير ولبسوها وقدلوها وصفدوها صارت أميرة وقرست سموها سندريلا صح سندريلا صح هذا قصتنا نحن ترى يا سلام يا سلام مشكورة أموي صراحة القصة الجميلة أخذتنا بحكاية حلوة بالفعل في كل جيل حالي عرفنا هذه قصة سندريلا هاي جميل ولكن نقول بياح بياحو بياح بياحو جميل أموي خلالت كلام عن أنواع الخراريف يعني أكيد فيها أنواع مثلا أنت ذكرتين نحن قصة نعم هي قصة من باب التسلية يعني ويمكن وكيد القصص هذه بعد فيها حكم وفيها مواعظ وعبر نعم شو أنواع الخراريف الخراريف القصة هاي قصة يعني بياحو بياحو يعني سمعناها نحن يهال نعم وقصة نحن نحن طلعنا لعيان ننقص لهم نعم نقول لهم يعني نبوهم يرقدون من عياننا روحنا يعني مثلا نركبهم فوق المريحانة ما شعدنا سيام أول حين يعني بالزمن السبعين والثماني ما عدنا سيام خلاص انتهى نعم مني لست داخل البيوت داخل كنديشنات يعني نعم صح فنحط لهم مريحانات مريحانة عرفة نحط المريحانة ونبذل البنات الصغار اللي نسوا إياهم الأولاد يعني ستة سبع سنين ثمان سنين يحبون يبون يسون يعني نعم فيسألونا يقولهم مين تون يعني كيف حياتكم أول آي شي نحن نتون يعني غير يعني زمان نصير عند المطوع صح يعني دس قرآن نيلس عند العريش نطالع أمنا يوم تسف نطالع نسف مثلها نطالع أمنا يوم تسوي التلي نسوي مثلها نسوي أمنا يوم تطبخ تحط السمش بالتنور قوم يحط تسمش بالتنور يحط السمش بالتنور وغصبا أنه لو تحرق دينا تحرق دينا مرة الأول مرة ثانية خلاص صحيح فنقولهم قعد نيلس نقولهم كان يوم كان في هذاك الزوان زوان أول يعني قصدي وتعطوهم القصة نقولهم عادة كان أرنب يعني أم تقول له لا تروح مثلا النخل لا تروح ليش مما نروح النخل الأم تقول للولد لا تروح النخل لأن هناك الدئ بيك اللي هو التعلب نعم التعلب بيجيك و بياكلك فالولد ما يسمع الكلام ما يسمع كلامهم صارت تمو يا أخوان طلع راح بس شمال النخر راح منك و راح بروحه يوم راح بروحه يقلي منه التعلب هو الأرنب يقلي التعلب و مسكه الأرنب التعلب مسواه إليه شبك مثل ما سمت و لو ما هذا الشبك كان التعلب ك للولد و راح ناط يعني صح عشان تدنتون لا تروحون بروحكم تهدون عمركم و لا تسمعون كلام أمكم و أبوكم حلو يعني فيها نصيحة 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 بسلوب بسلوب قصص يعني و الأطفال عادتا يحبون يسمعون هذا المواضع أمو يموزا يعني لماذا اليد هي اللي تميزت بالخرارية فيه و اللي تقص القصص يقول لك أغلى من الولد والد الولد نعم أغلى من الولد ولد الولد واليد تحب تقص لها عيال و عيال و لها أحفادها أحفادها أمو تتفيق الأم تشتغل منها و منها وتطبق وتغسلها الأم يدها صح تشتغل لكن تتفرغ سبحان الله لعيال ولدها و عيال و بنتها تتفرغ لهم جميل بالنسبة للأوقات أمو يعني الخروفة لازم تكون في الليل أو بعد المغرب يعني؟ أو أقبل الظهر أو الظهر يعني أدام باتل أن تغدى وقيلوا له تباهم يرقدون قالت لهم التخروف عشان يرقدون يسمعون يصخون وفي الليل ترامل أقبل العشاء صلىوا العشاء خلاص ماشي تلفزيون يس سهرة مثل الأحين لا مرة أقبل العشاء رقدوا صلىوا متعشين مغاربي أدن الله أكبر يوم المسيط تعشوا صحيح وفي ناس عدنها الشكل بعدهم ما زالوا أدى المغارب الأشم يلس جميل جدا أعطيت العافية ويموزة شكرا على هذه القصص الحلوة صراحة استمتعنا بالقصة واستمتعت بحواري ويات ونلتقي إن شاء الله في فقرات أخرى الله يخليك يا والدي يطول بعمركم شكورة وإزاج الله خير وإحطرة تنورتين الله الله يحفظك شكرا